اهلا بكم في قناة مساء الاخبار النهاردة هنتكلم عن قرد الاسرة لبنك التسليف والادخار 1442 هجرين قبل ما نبدأ الفيديو ده مش مخصص لمصر او للمصريين الفيديو ده بتكلم عن بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين وطبعا ياريت قبل ما نبدأ ما تنسونيش فانو انتو تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعونا في كل الاخبار والفيديوات الجديدة اللي بنزلها احنا قناتنا فيها فيديوات عن البنوك في مصر وكمان عن التوقعات لمشيل حايق وليلا عبداللطيف وماجي فرح ومايك فغيلي واكبر علماء الفلك زائد انو هتلاقوا كمان اخبار الترند اللي بتبقى نزلة بنتكلم عنها وكمان الاخبار المهمة والعاجلة يعني قناة فيها كل حاجة ممكن تحتاجها او تعرفها وما تنسوش كمان لو عجبك الفيديو تدوسوا لايك وكمان شير عشان اكبر عدد ممكن من الناس يستفاد منه النهاردة هنتكلم عن كرد الاسرة كرد الاسرة ومميزاته وكمان الشروط وكل حاجة ممكن تحتاجها وكمان ايه الورق المطلوب على حسب ان كنت موظف حكومة او غير موظف حكومة وحاجات تانية كتير جدا اول حاجة لازم ان نعرف ايه هو كرد الاسرة اصلا كرد الاسرة هو مخصص للمواطنين السعوديين وهو منتج تمويلي مدعوم من الحكومة وبيقدمه بنك اسمه بنك التسليف والادخار للعملاء من المواطنين السعوديين عشان بيقدم كافة شرائح المجتمع وده موجود من دمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية اللي بتدعم المواطن وبيوفرها بنك التسليف واهم حاجة انه بدون فوائد او رسوم والكروت دي او كرد الاسرة ده بيهدف لتمويل الاحتياجات الشخصية والاسرية للافراد زي مثلا تمويل الزواج تمويل ترميم البيوت مثلا الدراسة اي حاجة دفع مصاريف المدارس اي حاجة ممكن تحتاجها وكارد الاسرة وغيرها من المنتجات التمويلية الميسرة اللي بتقدمها الحكومة السعودية وبيهدف البنك من خلال اطلاق برنامج تمويل الاسرة لمساعدة المواطن زو الدخل المحدود علشان يصدق التزامات الاسرية يعني كارد الاسرة ده مش متاح لكل الناس متاح لفئة معينة من الناس اللي هما زو الدخل المحدود وهنعرف مع بعض ايه هما الناس دول وايه الشروط اللي يزمن تتوفر فيهم علشان يقدروا ياخدوا كارد الاسرة وايه الحد الاقصى للكارد والكارد ده لدعم الافراد لتمويل الاحتاجات الاسرية لسد تكاليف الحياة المعيشية عن طريق برنامج تمويلي اثر ايجابي وميسر ومن غير فوايد او رسوم والنهارده هنستعرض معاكم شروط الحصول على كارد الاسرة من بنك التسليف والادخار لكل الفئات هنتكلم بقى عن كارد الاسرة من بنك التسليف وايه شروطه وايه اقصى حد موجود للكارد البنك ده هو مخصص للأسر السعودية ومتوافق على مبادئ الشريعة الاسلامية يعني مفيهوش ربا او فيه اي حاجة حرام واهم حاجة ان البنك ده ما بتحصلش من العميل على اي رسوم لتنفيذ الخدمة وبيوصل اقصى حد للكارد حوالي 60 الف ريال سعودي لو كان عمر العميل اقل من 55 سنة بشرط ان لا يتجاوز دخل الشهري 12.5 الف ريال ولا يتجاوز نصيب الفرد من الاسرة 2000 ريال يعني لو مبلغ تقسم على عدد افراد الاسرة ما يبقاش نصيب الفرد الواحد 2000 ريال لازم ان يكون اقل علشان يقدر يحصل على القرد اما لو كان العميل تجاوز عمر 55 سنة هيقدر يحصل على قرد الاسرة لكن هيبقى المبلغ اقل وليه حسابات تانية هنتكلم عنها قدام وبتوصل فترة سداد المبلغ لحوالي 5 سنين فده يعني قرد كويس جدا ومدته معقولة اما عن شروط تمويل الاسرة هنتكلم عن الشروط العامة لطلب قرد الاسرة عبر بنك التسليف والادخار واحد زي ما احنا اتفقنا انه لا يزيد الدخل او الراتب الشهر العميل عن 12.5 الف ريال سعودي اتنين ولا يزيد عمر العميل عن 70 سنة ده حاجة اه تالت حاجة ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة او الدومن يعني اربعة ولا يزيد متوسط الدخل الشهر للفرد الواحد من الاسرة عن 2000 ريال زي ما اتفقنا فوق اهو بصو بيقول ايه ويتم احتساب نصيب الفرد او متوسط الدخل الشهر للفرد عن طريق قسمة اجمال الدخل لرب الاسرة على عدد افراد الاسرة يعني ممكن يكون بيقبط فعلا الدخل بتاعه 10.000 ريال سعودي مثلا لكن لو جينا نقسم هو مثلا مخلف عي الواحد لو قسمنا ل 10.000 ريال على الثلاثة يبقى متوسط الدخل او نسبة الفرد الواحد من الدخل حوالي 3000.5 ريال تمام فكده ما يقدرش ياخد القرد يعني الشرطين دول بيكملوا بعض لازم ما يزيدش عن 12.500 ريال ولما تيجي تقسم الدخل على عدد افراد الاسرة يبقى الفرد الواحد ما يزيدش عن 2000 ريال 5. طبقا لانظمة بنك التسليف لو كان الفرد سواء ابن او ابنة متزوجا او موظف هيتم احتسابه ضمن افراد الاسرة طالما عمره ما تجاوز 24 سنة 6. في حال اذا كانت المرأة مطلقة او ارملة ده شرط قاس جدا وتعول طفل او اكتر فيحقلها طلب قرد الاسرة مهما كان عمره حتى لو كان عمرها 80 سنة تقدر تاخده مع ان ايلين فوق ان ما يزيدش عمر العميل عن 70 سنة او الكفيل عن 55 سنة لكن بالنسبة للستة المطلقة او الارملة اللي بتعول اطفال ده تقدر تاخد القرد مهما كان عمرها اما العملة اللي تجاوزت اعماره من 55 سنة بيتم احتساب قيمة القرد كالتال اذا كان عمر العميل يتراوح ما بين 55 ل 60 سنة ممكن يحصل على قيمة الحد الاقصى لمبلغ القرد اللي هو ايه 60 الف ريال لكن بشرط انه هو يحضر معاك كفيل او ضامن او يمكن طلب الحصول على القرد بدون كفيل لكن هيقل الحد الاعلى للمبلغ التمويل يعني انت لو عمرك فوق 55 وعاوز تاخد الحد الاقصى للقرد اللي هو 60 الف ريال ينفع بس شرط انه هو عمرك ما زيتش عن ال 60 ينفع تاخد المبلغ لكن لازم ان يكون معاك كفيل لكن لو مش معاك كفيل طيب مش هتقدر تاخد الحد الاقصى للمبلغ تاني حاجة ازا كان عمر العميل يتراوح ما بين ال 60 ل 65 سنة يعني اكتر من ال 60 هيكون قيمة الحد الاقصى لتمويل الاسرة 30 الف ريال يعني المص تقريبا ولو كان عمر العميل ما بين 65 ل 70 سنة لازما لازما يجيب كفيل معاه وهتكون قيمة الحد الاقصى للتمويل 18 الف ريال يعني حوالي الربع كده عرفنا ايه يحصل لو عمرك اكتر من 55 واشه شروط اللي لازما تبقى متوفرة طيب شروط ومتطلبات قرد الاسرة بنك التسليف للموظف الحكومة لو انت موظف حكومة وعاية استخد الكارد ايه الورق واشه شروط اللي لازما تكون معاك علشان تقدر تاخد الكارد اولا احضار صورة بطاقة الهوية الوطنية للعميل وصورة سجل الاسرة عشان يعرف عدد افراد الاسرة قد ايه بالزبط اتنين احضار نموذج تسليم البريد عليه اسم تمام تلاتة احضار اصل كشف حساب لاخر تلات رواتب مع اصل رقم الحساب الايبان معتمد بختم البنك عشان يعرف مرتبك كان وصل لحد ايه اخر تلات شهور اربعة تصريح بيانات للعميل وللابناء المعالين من موقع وزارة الداخلية ده عبارة عن اه زي ما احنا قلنا بتأكدوا بيشوفوا عندك كم طفل او كم ولد موجود عندك في الاسرة فهتقدر لازم ان تجيبه من موقع وزارة الداخلية وفي حالة المرأة الموظفة الحكومية لو ما عندهاش عائل او ما عندهاش زوج او هي نفسها عايزة تاخد قرد بيتم اضافة عدد من الوصائق على اللي فوق يعني هي كده كده الموظفة الحكومية لازم ان تجيب الاربع اربع حاجات اللي احنا قلناهم فوق ومعهم كمان حاجتين اولا احضار اصل سق الاعالة وصور شهادات الميلاد للابناء المعالين انها تثبت ان هي بس اللي بتقولهم ملهاش زوج او اب بيعول معاها الاولاد اتنين احضار اصل نموذج اقرار زوي العصبة مطبوع من موقع بنك التسليف في الاقرار طب في حالة موظف قطاع خاص الورق المفروض يجيبه هيبقى الورق اكتر شوية عن الورق الموظف الحكومة اولا احضار صورة بطاقة الهوية الوطنية للعميل وصورة سجل الاسرة اتنين احضار نموذج تسليم البريد وعليه اسمه توقيع كل من العميل وموظف البريد بالاضافة الى قصل نموذج 105 المعبق هنا بقى الاختلاف الموظف الحكومة هجيب نموذج 104 اما موظف القطاع الخاص بيجيب نموذج 105 اتنين احضار شهادة مدد واجور مشترك من مواقع التأمينات الاجتماعية السارية الصلاحية تلاتة احضار اصل تعريف بالراتب للعميل موسك من جهة عمله بالاضافة الى اصل تعريف بالراتب للكفيل ايضا معتمد من جهة عمله خمسة احضار تصريح بياناتي للعميل والكفيل والابناء المعالين من موقع وزارة الداخلية ستة احضار اصل رقم حساب الايبان معتمد الايبان معتمد بختم البنك اه اسفا ان كنت بقرى حساب الايبان دي غلط انا مش عارف ان كنت بقرى صح ولا الحقيقة لان اول مرة اشوف اللفظ ده اه ان احنا طبعا انت عارفين ان احنا مصريين ممكن ان مش عارفين كل حاجة عن الحاجات الحكومية للدولة السعودية فاعذروني لو كنت قلتها صح او غلط اما في حالة المرأة الموظفة القطاع الخاص بيتم اضافة عدد من وصائق على اللي فوق اولا احضار اصل سق الاعالة وصور شهادات الميلاد للابناء المعالين اتنين احضار اصل نموذج اقرار زوال عصبة مطبوع من موقع البنك بالاضافة الى اصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في الاقرار ده زي اللي فوق الاتنين دول لازم ان يكونوا موجودين مع الموظفة في القطاع الخاص زائد الست حاجات اللي احنا قلناها فوق اما في حالة متقاعد حكومي يعني واحد طلع على المعاش من الحكومة اولا احضار صورة بطاقة الهوية الوطنية للعميل وصورة سجل للأسرة اتنين احضار نموذج تسليم البريد عليه اسمه وتوقيع العميل وموظف البريد واصل نموذج 106 المراضي نموذج اسمه 106 للمتقاعد الحكومي تلاتة تصريح بياناتي للعميل والابناء المعالين من موقع وزارة الداخلية اربع احضار اصل كشف حساب لاخر 3 رواتب بالاضافة الى اصل رقم حساب الايبان معتمد بختم البنك في حالة المرأة المتقاعدة الحكومية بيتم اضافة عدد من الوصائق اهي هي نفس الوصائق اللي دايما بيقولوها للمرأة في حالة المرأة اولا احضار اصل صق الاعالة وصور شهادات الميلاد للابناء واحضار اصل نموذج اقرار زوال عزبة مطبوع من موقع البنك بالاضافة الى اصل نموذج متبكة الهواية الوطنية للشهود في الاقرار في حالة متقاعد تأمينات اولا احضار صورة بطاقة الهواية الوطنية لعميل والكفير وصورة سجل للأسرة اتنين احضار نموذج تسليم البريد وعليه اسمه توقيع العميل وموظف البريد بالاضافة الى اصل نموذج 105 المعبق الكترونيا احضار اصل تعريف بالراتب التقاعدي للعميل واصل تعريف بالراتب للكفير تصريح بيانات للعميل والكفير وللابناء المعالين من موقع وزارة الداخلية واحضار اصل رقم حساب الايبان معتمد بختم البنك وفي حالة المرأة المتقاعدة تأمينات يتم اضافة عدد من الوسائق لطلب كرد الاسرة من بنك التسليف وهي احضار اصل سق الاعالة وصور شهادات الميلاد لابناء المعالين واحضار اصل نموذج اقرار زو العزبة مطبوع من موقع البنك بالاضافة الى اصل نموذج متقط الهوية الوطنية للشهود في الاقرار في حالة متسبب او طالب الورق صورة بطاقة الهوية الوطنية للعميل والكفيل وصورة سجل للأسرة تمام اتنين احضار نموذج تسليم البريد وعليه اسم وتوقيع كل من العميل وموظف البريد بالاضافة الى اصل نموذج 105 المعبق الكترونيا تلاتة احضار اصل رقم حساب الايبان معتمد بختم البنك مع اصل تعريف بالراتب للكفيل اربعة تصريح بيانات للعميل والكفيل وللابناء المعالين من موقع وزارة الداخلية اذا كان عنده اولاد طيب في حالة ربة المنزل يعني واحدة ما بتشتغلش اصلا الورق المفروض تيجيبه اولا هتجيب صورة البطاقة الهوية الوطنية والكفيل كمان وصورة السجل للأسرة اتنين احضار نموذج تسليم البريد وعليه اسمه توقيع العميل وموظف البريد بالاضافة الى اصل نموذج 105 المعبق الالكترونية تلاتة احضار اصل تعريف بالراتب التقاعدي للعميل واصل تعريف بالراتب للكفيل تلاتة او اربعة تصريح بيانات للعميل والكفيل والابناء المعالين من موقع وزارة الداخلية خمسة احضار اصل رقم حساب الايبان معتمد بختم البنك واحضار اصل نموذج اقرار زوالعصبة مطبوع من موقع البنك بالاضافة الى اصل نموذج متابقة الهواية الوطنية للشهود في الاقرار اخر نقطة احضار اصل سق الاعالة وصور شهادات الميلاد للابناء المعالين وبكده احنا استعرضنا معاكم كل الشروط والمتطلبات اللازمة علشان تقدر تقدم على قرد الاسرة 1442 هجريا لبنك التسليف والاضخار في المملكة العربية السعودية وذكرنا مع بعض ايه اهم المميزات تمويل الاسرة وليه القرد ده الحكومة عاملاها وايه اقصى حاجة ممكن تاخد فيه القرد واهم حاجة ان القرد مطابق للشريعة الاسلامية مفوش اي حاجة حرام وكمان الشروط وايه الورق المطلوب منك في التقديم نتمنى نكون افدناكم وعرفناكم الموضوع من اول واخره والاوراق المطلوبة وكل حاجة ولو اول مرة تكون معنا يا ريت ما تنساش انك تضغط على الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ولو الموضوع عجبكم ما تنسوش تكتبه مهتم عشان نعرف ان انتو مهتمين بالموضوع ده عشان نقدر نبحث عن كروض وعن حاجات جديدة حتى في البنوك السعودية مش شرط البنوك المصرية شكرا لكم على استماعكم ومشاهدتكم للفيديو واتمنى يكون ما طولتش عليكم وعرفتكم كل حاجة وان شاء الله استنونا في فيديو جديد ان شاء الله